سؤال صغير هل يغسل الابن ان هو يغسل والدته بعد الوفاة طيب في غير ولا ما فيش في غير اه لها ابناء بنات وفي مغسلات بس بحكم الظروف اللي فاتت اتحطينا في موقف معين ان صفره وكان الابن معاها وما كانش في مغسلات وكان كانت ما بين الزوج وما بين الابن الزوج بيقول لها ما ينفعش والابن هو قال انا هغسل ايوة بس ما كانش في مغسلات لكن فيه هو اشرف عليهم طيب هو اولى الناس بالزوجة يبقى الزوج ادم الزوج موجود يبقى ما فيش كلام بعد الزوج ابدا وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لي سيدة عائشة كده لو انت سبقتيني هغسلك انا ستنا عائشة تقول ان احنا لو عرفنا معنى الكلام لو لمنا نفسنا لو كنا في اعصابنا لو كنا في هدوئنا لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله الا النساء يعني نساءه صلى الله عليه وسلم ستنا الزهرة اللي غسلها سيدنا علي رضوان الله عليه وارضاه ولا حرج في ذلك مطلقا ولا ابدا طيب لما وجود البنت تغسل البنت انما الولد يخش يغسل هذا لا نجيزه الا للضرورة القصوى الملحة عند عدم وجود مغسلات ولا وجود الزوج ولا وجود البنات ولا حتى يشرف ولا حتى يطلع على عورة امه لان هذا حرام اللهم الا للضرورة والضرورة ساعتها يبقى فتوى خاصة حكم خاص لان الضرورات تبيح المحذورات والضرورة تقدر بقدرها ما فعل كان عن جهل وكان عن حسن نية فغفر الله لنا وله ولكن لا يعود لمثل هذا العمل ابدا مع وجود البدائل المسموح بهن شرعا وان شرع أوفر الله لك اشتركوا في القناة